يعني مثل ما تعرف حضرتك بأنه الدكتور العبادي أكيد هو جذور حزب الدعوة جذور إسلامية وكان يعني ينتمي إلى الجانب اليمين إحنا إذا نقدر نسمي لكن بنفس الوقت قبل ما يستلم الدكتور العبادي إدارة الحكم لمدة أربع سنوات وحزب الدعوة كان على رأس السلطة لمدة دورتين انتخابية يعني حكومتين لذلك ما شفنا بأن حزب الدعوة لديه هدف أسمى ولديه منهج في إدارة الدولة وتقديم الخدمة للمواطن تقديم الخدمة للصالح العام لكن مع الأسف وهذا طبعا هذه الخدمة التي يقدمها هي تسام في تقوية الحزب لكن إحنا رأينا من 2010 يمكن إلى من 2014 قبل 2014 2010-2014 ولي قبلها 2006-2010 ما رأينا بأن حزب الدعوة طبق هذا المنهج بالعكس رأينا بأن تقوية الحزب يكون عن طريق إسناد المناصب لأعضاء الحزب أو للأقارب أو للعوائل وبذلك هذا كانت وجهة نظرهم في تلك الموطة نظر الدكتور العبادي وإنما من كان على رأس السلطة في حينها لدبرتين فرأى هذا بأنه هذا الجانب هو الذي يقوي الحزب لذلك رأينا بأن حزب الدعوة لم ينفذ المنهج الذي كان متبناها والمتبنى الأصل بالنسبة له لذلك دائما الدكتور العبادي حتى مع متبنيات حزب الدعوة أبدا لم يكن يميل إلى هذا الجانب اليميني وإنما حتى قادة الدولة لمدة أربع سنوات بوسطية واعتدال وكان هذا ملاحظ في إدارة للدولة وأبدا لم يعمق ولم يدير حزب الحكومة بفكر حزب الدعوة وبأيدروجية حزب الدعوة